اشتركوا في القناة 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 ولو الحديثة من الوقت لا يوجد موقع الثاني لا يوجد شيء تشري فهنا سنكذب هذه المعطاية التي قالوا بعض المنابع الإعلامية لأنه إذا كانت انتعاشها والمنعيش العقاري وفر ووصوله أنه يكون يرساله مثل هذا المنتوج الذي لديه إذن لديه سؤالة إذن سوف ينطلق في الأشغال إذن لماذا هذه المواد البناء يقول لك أنه سوف يحضر ركود تام نأتي إلى المادة السيمة السيمة عرفت في ارتفاع خاطئة في شهر الستة وشهر السبعة يعني انتقلت من تقليبها من الستة وسبعين درهم من الخنشة من الستة وسبعين درهم في شهر الستة السيمة الخمسة واربعين وفي شهر السبعة انتقلت لتمنية وسبعين يعني تزدت 4 درهم في شهرين الآن لدينا معطيات وتنتمنى أنتم كامل مبارسة إعلامي تفعلوا اتصالات مع الفر بحكم أنها هي تتفاة مجزعة في مجموعة المدن فالمعطيات اللي عندنا أن المبيعات أو شفر ضفر للمبيعات دينهم نزل بواحد نسبة موهولة لا داعي أنني نعطي هذه الأرقام لأنه يستحسن أن الناس لهم ومن اللي يعطي هذه الأرقام ولكن الكل المقتنع بأن المبيعات دين المواد البناء عرفت واحد تراجع كبير فأنا عطيت هذه المعطيات يعني بحكم ما تلمسوه في السوق ولكن إذا بغينا نكون أكثر إقناع المشاهد والمستمع الكريم والمتتبع الجيدة لكم فنمشوش بعيد مؤخراً يوم أمس المندوبية دي التخطيط توقعت تراجع نشاط قطاع البناء وانخفاض هذه العاملين في منبر إعلامي الباحثة تخرجت إذن هذه المعطيات اللي دارت هذه المندوبية فهذا مصدر يعني متوق منه ودرتها بعد ما قامت باحدة مجموعة البحث واحدة مجموعة الاستطلاعات الرأي واحدة مجموعة التحذيات إذن هنا كي لا نبقى وش تقولون غطي وش تمش بالغربان فالدارفية جدا صعبة الناس تراجعت على إنتاج الوحدات السكنية لأن أولاً لم يكن واحدة الرؤية مستقبلية ونجعله احترط سؤال أخر يعني كان بعض التدابير اللي سنطلبوها من الجهات المسؤولة كل إدراع ما هي أبرز تدعيات اللي ممكن تطرح في سياق هذا الركود وهذا الزمن اللي كيعيشها العقارة في المحيط تدعيات التدعيات أولها هي فقدار مناصب الشغل وهذا مشكل كبير رأى بكل صراحة يعني القطاع ديال الإنعاش العقالة يوفر مناصب شغل قارة ومناصب مباشرة ومناصب غير مباشرة يعني بواحد أرقام كبيرة والمشكل أن أول أول من اللي يتأثر بهذه الضرفية وبهذه الأزمة هما العمال يعني كانت السريح كبير للمجموعة من العمال يعني بمختلف اختصاصاتهم لأن المنعيش العقاري الدور وأنه توجد واحد المشروع تجيب عمال في مختلف اختصاصات تخدموه يعني تجيب النائي نجار حداد يعني 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 إذا بغيت تأخذه مشروع صغير بسيط على الأقل تخدمك من خمسين تلمياد الناس ومدة خمسة شهر أما تنظرك المشاريع الصغيرة أما المشاريع الكوبرة تتوفر الآلاف الآلاف للمناصب الشهر نعم ومن أجل الخروج من هذه الأزمة هذه أبرز الاقتراحات والتدابير التي يمكن أن تخدمها السلطات العمومية سمعنا لكي ينوح دعم للناس الذين يقبلوا على السكن الشيماعي وإلى أي حد إجراء هذا سيساهم في النهوض القطاع وإخراجه من هذه الأزمة أولا بدا قبل أن دخلوا مناقشة هذا الموضوع لأن هذا موضوع شائك دائما على لسنة رئيسة فيدرالية دائما كنت تقدمه بطلبات وبتدابير لبعض الجهات لكي تحفز للمواطن أنه يقتني الشقاق أو محلة تجارية يعني على سبيل المثال الحسب كنا قدنا لقاء مع السيد المدير العام المحافظة العقارية السيد تجمعتي ووعدنا أنه ستكون بعض التدابير لتشجيع المقتني الشقاق كمثال كانت إدارة المالية إدارة الضرائب وعلى وزارة المالية سيد الوزير أنا سيد بن شعبون حيث أن في الفترة الكورونا كانوا خفضوا الثمان من التشجيل الخمسين في المئة بالنسبة للمقتني العادي ومئة في المئة يعني إعفاء كل من مواجبات التشجيل للناس التي تقتنيوا السكل الاجتماعي فهنا نرى أن وزارة المالية كانت دارة خطوة مهمة في هذا الاتجاه طلبنا للمحافظة العقارية في شخص سيد المودي العام أنه يعني يقوموا بهذه البديرة مع الأسف ما يعني ما استجبوش والحد الآن لازمنا يعني أن نكرروا طلبنا طلبنا لهذه هذه الإدارة أنهم خصوهم لما تنطلبوش كمنعيشين عقارين إعفاء نرى إذا عفيت ذلك المواطن ولدت له واحد تخفيض على أداء ذلك الرسم من 51% سيقتني شقة ستكون واحدة الانتعاشة التي نقلب عليها في المبيعات وبالتالي ستكون خلق من مناصب الشغل وبالتالي ستكون ما داخل الدولة لأن كيف ذكرت وزارة المالية فشغلت ذلك البادية في 2020 بعد كورونا لتحرك العجلة الاقتصادية وتحرك المبيعات فكانت نتائجها جد طيبة وجد إيجابية بالنسبة للمداخل الوزارة المالية يعني كانت تخفيض وكان إعفاء وكانت مداخل كبيرة عدوا الناس للإدارة الضرائية يمكن أن احتوى هذا الأرقام وكانت احتوى كان الارتياح كبير فد الإجراء فهنا ما زلت أن توجه المحافظة العقارية أن تتعيد النظر ففي طريقة أولا البارم الذي تستعمله لكي تحفظه هذه العقارات التي تنوجده وهنا سنعود إلى سمحتي لبعض المنبر الإعلامي دون ذكر اسمه أعطى يعني تبازى على معطيات من المداخل المحافظة العقارية لهذه الفترة في 2022 قبل شهر سعود هذه المداخل التي كانت عند المحافظة العقارية وهو تسحبوا بأنها هي القتناء الشقاق هذه المداخل جاءت على المحافظة العقارية وهو تحفظ المحافظة العقارية وهو تحفظ عليها والذي بكل صراحة نستنكر طريقة الحساب المبالغ التي تتخلصها المحافظة العقارية لأنها لازالت عندها واحد البارم تتحسب به دون ما راعت الظرفية الأقصادية الحالية يعني تتحدد 8 متر مربع في بعض المناطق للصعيد الوطني ليس مدينة مكناس أصعيد الوطني وتتحدده بواحد المبلغ يعني في 2017 كانت الدار في 2018 ونحن ندرب الآن في 2021 و2022 تبدلت الظرفية وتراجعت الأتمينة وبالتالي سيأتي حسب لك المحافظة يعني الواجب للتحفظ على العقار لكي توضعوا السوق للبيع فتتلقى أنك تؤدي عليه مبالغ خيالية يعني لا تتناسب مع التمل الحقيقي للبيع وخير دليل أن وزارة المالية في هذا العمال الأخرى راعت الظرفية كي قلت ديال كورونا وما بقتش تستعمل ذاك الباريم ديال اللي كانت وضعها مقبل من 2020 يعني ولت تبع الظرفية وتبع السوق وتتشوف العقود اللي تديرو المتتقين وشترك دومينيكا ديالي بوشتكم